السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أحبتي في الله متابعين قناة تفسير الأحلام مع رانيا هقدم لكم النهاردة تفسير رؤية السيارة تمشي بدون صائق في المنام إذا شاهدت العزباء أن سيارة تمشي بدون صائقها يشير إلى أنها تتخذ كل قرارات حياتها بشكل فردي بعيدا عن الجميع وعليها أن تحرص على عدم الوقوع في مشاكل في حال شهدت فتاة تركب السيارة بدون صائق فهذا يدل على أنها في علاقة غامضة وقد يحدث انفصال بينهما خلال الفترة المقبلة رؤية السيارة تتحرك مع صائق يشير إلى أن العزبة تتزوك في الأيام القادمة لتعيش حياة أسرية سعيدة تفسير رؤية سيارة تمشي بدون صائق في حلم الرجل رؤية الرجل لسيارة تقود بدون صائق دلالة على محاولته للخروج من القرب في حياته الحالية إذا حلم رجل أن هناك سيارة بدون صائق يشير إلى أن تغيرات كبيرة ستحدث في حياته حتى يتمكن من العيش في استقرار وازدهار رؤية السيارة تسير بدون صائق وكان الحالم في حالة من الخوف وهو خائف من الفشل مما جعله في حالة تشتت ليرى هذه الأحلام في منامه رؤية سيارة تسير بسرعة في حلم الرجل وبدون صائق تشير إلى وجود مشكلة قد يواجهها في الوقت الحالي ويجب أن يكون راضيا عن مشيئة الله تفسير حلم سيارة تمشي بدون صائق للمتزوجة رؤية امرأة متزوجة أن هناك سيارة تقود بدون صائق في المنام تعني أنها تقوم ببعض الأشياء الخاطئة وجاء الحلم لتحذيرها حتى لا تقع في مشكلة في حالة رؤية سيارة سريعة الحرقة في المنام فهذا يعني أنها ستتلقى أخبارا في الأيام المقبلة حلم سيارة تسير بدون صائق للمطلقة فأنها تقوم ببعض الأشياء الخاطئة وعليها إعادة التفكير فيما تفعلهم رؤية المرأة الحامل سيارة تسير بدون صائق يعني أنها سوف تواجه بعض المشاكل أو أن أشياء سوف تتخذ هي لم تكون موافقة عليها أو ستكون مقبرة على اختيار وضع أو شيئا هي لا تريد أو لا تحب وإلى هنا تنتهي حلقاتنا ونلقاكم في تفسيرا جديد فلا تنسوا دعمنا دائما بالأعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة وتفعيل الجرس ليصلكم دائما كل ما هو جديد لنا إلى اللقاء والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته